البداية من وكالة خبر وفيها نقرأ إصابة موظفة نتيجة الاختناق داخل حاوية بميناء المكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي يهدد مخرجات التعليم في جامعة حضر موت عدن تقرير رسمي يكشف ارتباك وتورط ميليشيا الحوثي في هدم واجهتي المؤسسة الاقتصادية بدمت رئيس المجلس السياسي السابق للحوثيين إذا حصل لأي مكروه فالحوثيون هم المسؤولون ملاك آبار المياه في ريف دمار يشكون من فرض ميليشيا الحوثي جبايات باهضة وغير قانونية عليهم في عدن الغد الولايات المتحدة وهولندا تجددان الدعوة إلى إنقاذ ناقلة صافر المنسق الاممي في اليمن نحتاج بشكل عاجل لأربعين مليون دولار في يونيو لحل أزمة الخزان صافر الخارجية الامريكية بلينكين بحث مع نظيره المصرية الوضع في اليمن وأهمية الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة في المنتصف المبعوث الاممي يعلن انتهاء مشاورات الأردن دون اتفاق حصار تعز معاناة الإنسانية وجريمة حرب قياد حوثي يصف جماعته باللصوص والمتهبشين ويكشف جانبا من لصوصيتهم انفجار لغم حوثي برعي أغنام في البيضاء مصرع قياد حوثي في مأرب في جريدة أخبار اليوم مجلس القيادة الرئاسي يطلع على تقارير حول الأوضاع العسكرية والاقتصادية ومسجدات المفاوضات بشأن المدن المحاصرة القيادية الحوثي صالح حبرا يكشف عن تعرضه للتهديد بالقتل والتخطيط لاغتياله ويحمل قيادة الميليشيا المسؤولية المبعوث الومي على الاختتام الجولة الأولى من النقاشات بوضع مقترح لفتحة رقات تعز تدريجيا إلى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم وعناوينها الخاصة بالشأن اليمني والبداية من صحيفة الشرق الأوسط الرئاسي اليمني يلتزم ضبط النفس ويتهم الحوثيين بالتعنط صراعات الأجنحة الحوثيات تهدد مسارات التسوية في اليمن أما في اندبندنت عربية الجريمة المغيبة تقرير يوثق الانتهاكات ضد معلمي اليمن نقابة التربويين ترصد ألفا وخمسة مائة واثنين وثمانين قتيلا ومئات الجرحى والمتقلين والمعذبين من القطاع على يد الحوثيين في العرب الجديد المعابر نقطة ضعف هدنة اليمن احتجاز الصلع والعملات وأخيرا من صحيفة الأهرام المصرية رغم تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية المساعدات الخارجية تظهر مستوى الالتزام الإنساني لجيران اليمن وحلفائه